طور إيد دورة خسرها بخفاء وطاح على شفيفها وبيش جهد باش تفحها رسقات على الباب حتى تزد ما خليش لها الفرصة فين تستوعب باش واقع بدك يبوس فيها بقوة بغيت تدفعوه لكن كان حاكمها مزيان وما كانش عندها مخرج من غير رجلها هزاتها بغت تعطيها لحجرو وهو يحبسها وزير عليها برجليه خاشيها وسطهم حس بي هات زيرات وتقطعات فيها النفس عادح بس وهو يقول لها باقي مخلاقش هادة اللي يعطيني الأوامر هزات إيدها بغت تضرشو شدها لها ومزير على معسامها حتى تأوهات من الألم وقال إيه لباقة بغت إيدك جمعيها عندك وراه ما نسيتش أشكنتي بغت دير قبيلة تحنا عندها كيشوف لها في عينيها وقال كون درتيها كانت غدا تكون ليلتك طويلة وشاقة وغمزها خلاها واقفة بحالة متاع للحرية إيدها معلقة في الهوى وخرج كيفرنس عايش بورا سوى شنودار هبطات إيدها كتمسد فيها بصباحة خلا فيها لطراز ديال صباحة مشات دفعات الباب خافت ولا يرجع وتفكرات القبلاء ومشات كتجري للدوش حلات الماء وغسلات وجهها وفمها كتغسلوه تعاود عايفة بوسطو مشات لبيتها وسمحات في العشاء دخلات الفراشها ودماغها مخربق ونعسات هاد المرة بدون ما تفزق مخدتها بالبكة أما هو اركف سيارته غادي ومع الصم من راسه هو ممشاش يشوف سانتي كان باغي غير يتأكد واش معاها سيف ضروا راسه على اشنو بيناتهم واشنو نوع علاقتهم من لي ملقاش كان غادي يخرج حتى استفزتاته بهضرتها ولكن القبلة لاش اضرب الفونون وكيتمتم نعسات غادي رما فاقت حتى الصباح والأول مرة منذ سنين وخاصة من اللي بدأت انتقامها ساندي ما دهرات فاقت في فراشها كالتحكد ناضت للطوالات قبل ما تنتابع باللي ما كيناش في بيت ساندي فترات ومشات للمجلة غير دخلات للمكتب ولقات السلامة شي جعوب وشي نخلها كيف ما ديما قلسات في المكتب ديالها وغاست في خدمتها وبعض لحظات تم داخل سيف وهويت مع التصفيق هزات راسها كيبانوا له هزملائهم كيصفقوا عليه اضحك على هبالهم وتوجه عند غادير باس هفخد هوجلس في المكتب دياله اللي في جنو جاءوا لبناته الدراري ووقفوا عليه أو كل واحد كيقول ليه سؤال في جيه وغادير ما فاهمه والو قيلسة في بلاستا وما حرفش شنوا واقع قال ليهم سيف ما لنا شنو كاين قال ليه واحد الشاب واش انت لايح قنبولة وكتقول شنو واقع قالت واحد البنت ناري المقال دار حالة مواقع التواصل الجماعي هو يقول سيف وشكون قال لكم انا مولاه راكم غير كتخربكم قال ليه الشاب ما شيع لي ناصات توقيع ديالك البلاك نايت اللي كان لقابك من ايامات الجامعة هو يقول سيف باين عليك انتا اللي انشرتيها هنا وهو يقول الشاب وانا قلتها غير بنتنا واش ما خايفش على راسك تولي هدف سفاحة الطريق سريع سيف اضحك وقال ما كرهتش نتعرف عليها هادي كسيدة خطيرة ودماغ وهو ما كيدر تشوف غادير صفارت من اللي سمعات اللقب ده غيط بات العنوان وطلعوا لها عدة مواقع لايحين المقال اللي كيهضروا على القاتلة المتسلسلة اللي كتقتل الرجال وتقطع لهم اعضاءهم التناسفية واستعصاء الشرطة على القبض عليها رغم تكلف امهرد باطر محققين بالقضية وعلى رأسهم صخر بن يازيد وليت كلها كترعت صدمة مورة صدمة افعال وجرائم ساندي ولا وعلى المكشوف ودابة فرصة الوصول لها ولات مضاعفة حطات ايدها على صدرها كتحاول تاخد نفس وكتفكر نهارك تشفات افعال ساندي وشافت الاهداف ديالها وخططها وطريقة القتل نبهاتها شحال من مرة توقف على دكشي اللي كتدير من خلال مصاجات وفيديوهات ولكن كفوان جاهلاتها وعيراتها بالجبن والضعف لمقادرات حتى تنتاقم لعائلتها والتاخد لهم حقهم اللي ضاع غادرت اثمات في ذاك الوقت وخوفها زاد كبر ودابا هي معرضة لخطر تلفق لها جرائم القتل من حيث لا تدري وبعد يومين فاقت ولقات البيت مضلم فاقت ضوء القمر اللي داخل من البالكون خلاها تعرف اينا غرفة فاشكاينة ناضت بلما تشعل الضو خرجات متاجها لبيتها بلها التليفون ديالها فوق الطابلة وهزاته ولقاته طافي دارته في الشارج وشعلاته كيف تطلع ليها تاريخ اليوم وهو ما يتبدلوا مناميحا شعلات الأضواء وبدات كدور في دوائر باغت استوعب ذاك شي اللي شافت هزات فات كان قدامها وضرباتهم عالأرض وبحر جهدها حتات شخشخ وطلقات صرخة الغضب من أعماقها فكرة أنها مظهرت شيومين متابعين باغت تحمقها هادا كيعني يقدر يجي شي نهار وتختافي للأبد إلا مايمكنش هادي هاد شي هو اللي ما تقبلوش ما زال عندها ميدال ما زال باغت تكمل حسابها مع اللي كانوا سباب في معاناتها ومع ذلك واخت تكمل انتقامها هي ما باغت مشي فيه خاصة بعد ما طلقات سخر ولا عندها سبب أكبر للبقاء باغتها هي تعيش وتحب وتحب وخاهية شخصية نتجات على الضعف ومرض وحدة أخرى هادا ما كيعنيش أنها ما عندهاش حق تعيش وتستعمر أحاسيسها تجاه سخر حقيقية وما غاداش تستسلم حتى تخليه يبادلها نفس المشاعر ويبغيها وهات شي غدا تحقوه مهما كلفها الأمر توجهات للتليفون ودوزات النمرة ديالسخر باغت تسمع صوته تعرف أحواله وتشوفه بقى كيصوني حتى التقطع عودات مرة تانية وتالتة عاد جاهوك بغا تطير بالفرحة قال ليها نعم وهي تقول ساندي سخر توحشتك ممكن شوفك بقى ساقت شوية وهو يقول أوكي نتلاقى في البلاسة المعددة قالت أوكي باي مشيت طايرة البلاكار كتقلب على ما تلبس لبسات وهزت بوشيطة دارت فيها التليفون وخرجات وصلت لكازينورينو دخلت لعند المانجر واعتادرات على هيد اليومين اللي ما حادراتش فيهم وباللي كانت مريضة خرجات وتوجهات اللبوات فين كاين حبيبها ابتع لها غير ايمتى تشوفوا دخلات وكان المكان عامر بلا قياس وكيلم حادوت رسمات بتزامة عريضة على وجهها توجهات لعنده بخطوات مسرحة وتلاحت عليه كان قالس مع عمر ومراد كيهضرو في الخدمة حتى المحاجاية وسكتو كاملين امتبعينها بعينيهم حتى تلاحت على صخر وهو ما دار حتى حركة خلاها حتى بعدات وحدها قلسات في جنبه هات متابهات للدراري اللي قالسين وقفات وسلمات عليهم بالإيد ومن بعد قلسات قريبة لصخر كتشوف فيه بشوق دور وجهو جهتها وقال جيتي بوحدك قالت آه علاش قال اختك ما جاتش معاك وهي تقول اختي دار شاف فيها وقال آه اختك التوأم قالت سامدي آه كتهدر على غادير فين كتعرفها قال لها صخر تلاقينا صدفة شي جوج مرات وهي تقول تلاقيتيها صدفة وعليش كتسول عليها سخر خنزر فيها وقال وعليش ما نسولش وهي تقول ساندي آه لا غير هي ما عندهاش مع هاد البلايز قول معقدة شوية ابتاسم وقال معقدة وهي تقول خلينا منها قربات ليه وهمسات ليه فود منه سخر يلا هنمشيوش بلا صخرا في هالهدوء ونكونوا بحتنا قال لها سخر ما جاتش نخلي تدراري ساندي ما عجبهاش الحال وقال لها سخر في الأصل كنت خارج معاهم وانتي اللي جيتي ماشي العكس هزات كاس وقالت أوكي اللي عجبك قل سات مفقوصة جاي على أساس تكون غير هيوية حتلقات معه سحابه ما عجبهاش الحال وزاد كيسول علي غاديا ما مطمئناش لهذا الاهتمام المفاجئ وخيكون تلاقي بيها علاش كيسول عليها بقات جالسة مفقوصة ولكن ما قدراتش تتقلق منه كل ساعة كتبقى تشوفيه ومن بعد سخر وصل ساندي لدارها طلعات للشقة وفتحات الباب ودخلات البيتها بدلا تحويجها وهي تسمع صونات ديالباب استغربات شكون ممكن يجي في هاد الوقت عارفة غادير ما مداخلاش مع الناس وما عندهاش صحاب وحتى هي حتى واحد معارف فين ساكنة من غير سخر بهاد الفكرة اللاخرة مشات كتجري الباب على أمل يكون هو اللي رجع حلات وحتى كتفاجأ بالشخص اللي قدامها تفكرات فين شافته وهي ترسم ابتسامة بلها على وجهها قال لي هسير سلام غادير وهي تقول ساندي شنو جابك في هاد الوقت قال لي هسير جيت نشوف كيف قيتي قالت أنا مزيانة وهو يقول أشنو غدا تخليني في الباب قالت لا تفضل ادخل نصطالة وتبعاته ساندي كتشوف فيه ما حاملهاش عرفاته من صور اللي عند غادير باللي هو زميلها في الخدمة وصديقها الوحيد وعارفة باللي كيعرف غادير من قيامات القرية وهو عارف باللي هي وحيدة وما عندهاش عائلة داك شي باش خستها تصرف كأنها غادير إجليس سيف وهز راسه طلحة مرجلها لراسها بنادارات من فهمينش وهي كتشوف فيه وراس ما ابتسامة صفرة على وجهها بقى وساكتين بجوج حتى وقفات ساندي غادا جي هت الكوزينة وقالت نجيب ليك شي حاتا تشربها قال لي هسيف ابن ما تعد براسك ما جاوباتوش ودخلات كتقلفت اللاجة جي بدات قرعدي العاصير وخدات جوجة الكيسان حطاتهم في البلاتو وبدات كتخوي العاصير في الكيسان حتى حسات بخيال من وراها سيف كي دخلات الكوزينة جبد شي حاجة من جيبه وقف كيتمش بلا حس وصل لباب الكوزينة وهي تباليكة تقاد شي حاجة فوق البوتاشي وعاطيها بالدهر تقدم عندها بسرعة ودور ايديها عليها حكمها باش ما تتحركش وقبل ما تستوع باش نواقع تربها بشوكف عنقها تسدوا عينيها على الفور وغيبات وطاح الكاس من ايديها وتهرسوا تزلع العاصير في الارض هزها بين ايديه وخرج من الكوزينة وهبط في الدروش باش ما يتصادف مع حد وصلنا الطابق الارضي وخرج من الباب وكانت سيارة رونج كحلة واقفة في جنب الطريق افتح الباب اللوراني وحطها مسرحة سدوا ودار الكب وديمارة وتموبين وفي غرفة باردة كيتغاه لها اللون الابيض كيتوسطها سرير طبي ناعسة فيه كيف الماناك لابسة رداء اخضر خاص بالمسحة ومغطية بإيزار بيد وقالس بجنبها الشاب ضخم البنة كيشوف فيها بعيونه الزرقين فتحات عينيها وباليها السقف بدات كتحاول تمييز المكان وحسات بشي حد جنبها دورات وجهها وهو يباليها شخص غريب على وجهه ابتسامة ساحية غير استوعبات باللي هي ماشي في بيتها وهي تقفز من بلاستها وتقعدات كتشوف فيه والخوف مالي عينيها قال ليها ما تخافيش انتي بأمان قالت فين أنا وشكون انت قال ليها الشخص انتي في المسحة عندي وانا الدكتور المكلف بالحالة ديالك بدات كتحرك رأسها بالله وهي ما قادراش تصدق داك شي اللي كتسمع ناضت بسرعة في اتجاه الباب بغت خرج كيف حلات وهي تلقى سيف قدامها حسات بالأمان والطرمات في حضنه وكتبكي وكتبخرج ودخل في الهدرة قالت سيف عافا كتديني من هنا أنا ماشي حمقى ما بغيتش نبقى هنا ما عرفتش شكون اللي جابني لهنا أنا ما مريضاش أبدأ كيتبطب عليها وهي كتبكي على صدره بعدها وجرها قلسها فوق سرير كيمسح لي هدموها قالي غادير ما تخافيش تهدني وسمعيني مزيان أنا اللي جبتك هنا قالت شنو؟ هو يقول غير سمعيني غادين فهمك كل شي من نهار كنتي باغت انتاحري وأنا مراقب تحركاتك حيت بقى ذاني مشغولة معاك ووحد الليلة وصلتك للدار وبقيت واقف بعيد على العمارة بعد مدة وانتي تباني لي نازلة ولابسة الباس في شكل ماشي ستيل ديالك تبعتك بنا ما تحسي حتى وصلتي لواحد الكازينو عقلتي نهار سولتك واش كنتي في كازينو رينو وباللي شفتك تمنعك توترتي وجاوبتيني بالله طيقتك وقلت غير كتشبه ليك صافي ومنلي شفتك وصلتي لنفس الكازينو تأكدت باللي هاديك كانت انتي تعجبت علاش كدبتي عليها ودرتي بحال ليلة ما كتعرقينيش الموهي أبقيت تابعك حتى بنتي لي يلبستي الباس ديال الخدامين هنا أبقيت تابعك حتى بنتي لي يلبستي الباس ديال الخدامين دمعك كنتي كتضحكي واللي لازم الحداك كيهدر معاك تعجبت بحال ليلة كنشوف إنسان آخرى ماشي انتي أبقيت كان راقبك من بعيد حتى سالات ساعات العمل وبدلتي حويجك وخرجتي تبعتك حتى وصلتي للدار ومشيت بحالي وراسي مخربك علاش خدامة في ديك البلاصة ومخبية عليا وعلاش كتصرفي على غير طبيعتك ديك اللي شفت ماشي غادير اللي كان عرف أبقيت كان راقبك الأيام حتى تأكدت باللي شي حاجة المال ماشي طبيعية كأنك عايشة حيات مستواجة أبغيت نواجهك بدك شي اللي اكتشفت ولكن عارفك غتلتازم الصمت كيف العادة فكرت حتى عيد وملقيتش تفسير لهذا الشي ومشيت تتاصلت بواحد الصديق كنعرف تلفت سيف عند الشخص اللي قيلت في الحده كي يسمع لحديتهم باهتمام وكمل كلامه سيف قال هذا هو الدكتور راكان قبيب نفسي من أشهر الأطباء في هذا المجال وغادي ساعدك غادير بعينيها مدرمين قالت لا سيف عفاك قال لها غادير ما تبكيش انتي محتاجة المساعدة وهو الوحيد اللي قادر يعالجك قالت انتو مما عارفين والو حتى حد ما يقدر يساعدني قال لي هسير بالعكس هو قادر يعالجك ويخلي الشخصية الخرى تختافي من حياتك قال لي هسير سمحي ليت صرفت بلا موافقتك ولكن فاش تلاقيت بالخرى كان ضروري نجيبك لهنا غادي من مصلاحتك تخلي الدكتور راكاني شخص حالتك ويعاونك التعالجي قالت انا خايفة خايفة بالزهر وهو يقول لي هسير خودي وقت وفكري يلا هنمشي ودعبا غادي تمشي معي للدار قالت لا اديني غير للدار قال علاش رافضة خاسكي تبقاي قدام عينية باش نرتاح من جهتك قالت ما عندك لاش تخاف هاد الوضع عايشة فيه لثنوات قولت اقلمت معاه وصلها يسير لدارها ومشى في حاله والغد لي من لي فاقت مشات للمجلة كملات خدمتها وفوقت لغداخي رجعت هي وسير وتغداه وقدروه على موضوع العلاج وخبراتهم موافقتها باش تتعالج سيف فرح بهذا الخبر والتاسل براكان هادك ساعة اللي بدوره كان كينتظر مكانامته علموا باللي خاسهم يبدوا في أسرع وقت ممكن حيث العلاج كيتطلب وقت تافق معاه جي والغد ليه في العشية من بعد الخدمة وفي هادا الليلة ما ظهرتش ساندي وفاقت غادير في بلاستها ما قداتها فرحة دوجات وفترات ولبسات حويجها وجمعات شعرها خرجات وهي كلها حماس للجلسة لولا دي العلاج خرجات ومشات عند سيف وركبات معاه في الرنج دياله توجهوا العيادة ساعة ديال الطريق وكانوا قدامها لان بعد ما هضروا مجموعين مع الطبيب خرج السيف وبقات غدير مع الطبيب قال ليها نبدأوا بالسهل ممكن تعاودي لي على راسك قالت بحال هاش وهو يقول اسميتك شحال في عمرك شنو هي مواهبك واهتماماتك غدير خدات نفس وقالت اسميتي غدير عندي 22 سنة هيعجبني الرسم والتصميم ولكن شغافي هو الصحافة قال ليها ركان مزيان دابا ممكن تعاودي لي على عائلتك غدير غرغرو عينيها وقالت ما عنديش عائلة مدليها ركان كلينكس وقالت ليه شكرا وهو يقول عارف صعيب عليك تهضر على عائلتك ولكن حاولي قالت بابا مات قبل من ذات ما كان عارفوش شفته غير في التصاور وقالوا لي مات في حادث العائلة اللي كان عارف هي ماما واختي حتى هما ماتوا وبدأت كتبكي دروا ما ندرها وهي كترجب وهدرتها كتقطع ما قدراتش تهدرب لما تشهق وقفرة كان وتوجهها عندها وقلس في جنبها ومسح لها دموحها وقال إلا ما قادراش تكملي خلي احتال مرة أخرى غدير حركات رأسها بالله وقالت كانت عندي 12 عائلة ماما كانت مريضة بالسرطان وديما ناحسة وجهها شاحب مع مريمة شفتها واقفة بصحتها وكتتحركي في الناس وخا كنت صغيرة كنت عارفة باللي مرضها صعيب واختي هي اللي كانت رب الأسرة كانت هازانا كتخدم النهار كله وكترجع للبار تشقه والطي تقابل ماما وتوكلها وتعطيها دواها وتجي تراجع معايا الدروس ما كتخلينيش نعونها كتقول لي ركزي غير فقرايتك وما تشغليش راسك بحتها حاجة حتى الواحد النهار جيت من المدرسة ولقيت الإسعاف في باب العمارة طلعت كنجري لقيت باب الدار محلول والناس داخلين وخارجين والبوليس كينين مشيت لبيت ماما ولقيت هكا تبكي ما فهمتوال صولت على أختي بوروج وطرمات ماما علي عن قاتل وقالت لي يا أختك مشات أختك ماتت بدأت غادير كتدخل ودخرج في الهدرة وكتقول بوروج ماتت مشات وخلاتني بغيت ختي بغيت ختي شات ودأت معاها ماما مشاو وخلاوني بغيت ختي كانت كتعاود ودروف راسها راكان شديها في إيدها بجوش وضمها لصدره وعنقها وزير عليها سيف اللي كان في الخارج اسمع خواتها ودخل كيجري شافها في هديك الحالة منهارة ودموحها غادين بحدهم وراكان معنقها قربه هو كيتحصر على حالتها كيسمع غير بغيت ماما بغيت ختي ابقى مصدوم ما عرف شنو يدير بايلي راكان هزها بين إيد ديه حتى فقر رلاكس مشاجع مهدئ حقنها به ونعسات في الحين وهو يقول سيف شنو قعليها عليش وصلات لهاد الحالة واقيلات صرحت نجيبها لهم وهو يقول له راكان هاد الشي لا بد منه خاصها تواجه الماضي ديالها باش تخلص من مرتها هاد الخطوة كان ضروري منها مشاركين دوز مكالمة شوية ودخلوا ممرضات ببياس هزوها ودوها للغربة اللي غدا تنعس فيها سيف بعد ما طمأن عليها خرج وهو عارف مخليها بأيدي أمينة وركب في سيارته ومشى للطار أمارا كان إجلس في الفوتين قابل معاها عينيها عليها كيشوف بيها شوفات حنان ما عرفش علاش حس بيها ماشي كأي مريضة عنده إجلس ساعتين ما تحركش من بلاسته حتى بانت ليه كتتحرك حلات عينيها ونادت كتشوف رأسها في مكان جديد عليها تقعدات وهي جي عينيها عليه وهو قالس دير الرجل على الرجل ومشبح في الفوتين شافت فيه بشوفة حادة وقالت شكون انت؟ قال راكان مرحبا كانت في انتظارك أنا راكان سليماني الطبيب ديال غادير قالت ساندي كيفاش؟ طبيب ديال غادير ديالاش بستلامة وعليش أنا هنا؟ راكان قال ليها انتي هنا باش غادير تتعالج من مرضها ناضت ساندي من الفراش وربعات إيديها كتشوفيه باستهداء وقالت ما عرفت شواش سمعتك مزيان ولا كتخايل لي وضح كلامك وباركة من الألغاز راكان وقف عندها وقالوا كنظن راكي فاهمة غير كالتعامي ولكن ماشي مشكيل نعاود نفهمك أنا طبيب نفسي وغادير المريضة ديالي وغادي ندير المستحيل باش تتعالج من مرضها انتي نتيجة دك المرض كيف قتعرفي وهي دقول ستاب سكوت غادير جات عندك باش تتعالج زعم السيدة بداتك تغفل هزا تصبحها بتحذير وقالت سمع نقول ليك داك شي اللي باغين عمركم ما غادي تواصلوني ما غاديش تخلصوا مني عرفتي علاش حيث أنا متشبتة بالحياة كتار من هاديك الجبانة راكان قال أنا ما كنشوف هاش الجبانة لحكس تماما أي وحدة في بلاستها ما كانتش غادة تنجى من داك شي اللي دازت منه متأكد باللي عانات الأمرين وقدرات تستعمل هذا كيدل على مدى قوتها ضحكت ساندي وقالت واللهي لا ضحكتيني غادير والقوة أيش من قوة كتهدر عليها هاديك فين ما تواجه شي حاجة كتهرم منها أجبا منها ما كاينش عرفتيش كون كي يأكل الدق أنا أنا اللي هز الحمل وعايشة في الجحيم ومع ذلك ما تكسرتش قاومت وواجهت أعدائي وما غاديش نستسلم حتى نقضي عليهم واحد بواحد غادير مسحاد دك شي اللي بغادي وعاشت حياتها عادي حالي لما وقع وار وكتقول عليها قوية هم أنا اللي نستحق نعيش أنا اللي شفت بشاعة بنادم وثواد روحه اللي جاء يقول لك غادير كتمثل عليكم البراءة والحزن باش تشفقوا عليها وتنصفوها وانا نسمى الخايبة شوف ديك الشهادة اللي شاد غير رجعها لهم راك ما طبيب ما وعلو قال لك غادير قوية كيشوف فيها كتهدر معصبة وكتضحك بهستيرية اللعب عليها وفصحات علش حال من حاجة اللي يستغرب منه هو وفاش حضرات على الأعداء شكون قصدات وشنو علقتهم بغادير هادش كلش عن ساندي هي الوحيدة اللي عارفة لازمو يسلي هلسانها وخصعيب حيث باين عليها ما سهلاش هو يقول لي هاركا ممكن تهدي أنا فقط شخصت مرض غادير وكان لازم نتلقى بيك باش نحرف جانبك من القصة تاكشيلي عودات لي يا غادير كانوا فيه فجوات انتي لي غادة تملقيهم ساندي دبطات نفسها وقالت ما غاديش نزيد معاك حرف واحد توجهات الباب بغت هتحو حتى لقات وسبقها وقفليها في طريقها وقالت ما غاديش تخرجي من هنا بلا ما تعيي رازق غادير وقعات على أوراق العلاج اللي كيخولوني نحبسها هنا وهاتشي كي يعنيك حتنتي ما تخلينيش ندير معاك الخايق ونستعمل الأنف حيث من هنا ركي ما خرجعش شافت فيه ساندي بشوفات نارية وقالت أوكي ستوين رجعت قلسات فوق الناموسية وقالت سمع نقول ليك غادي تندموا على هاتشي غادي نندمكم كاملين كون متيقن ركان قال ما شي مشكيل ديري اللي في جهدك تعاملت مع حالات أصعب وأعنب ما تبنيش قدامهم بتأسمات وقالت ما تكونش متأكد ركان حل الباب وقال تشرفت بمعرفتك لقاءاتنا غادي يكونوا كتار من هنا القدام وغادي نتعرفوا على بعض مزيان ارتاحي دابا خرجوا سد الباب وعيت الممردة وجابت ليه سوارت وستعليها بساروت عاد طلع لمكتب تيارو وعيت على سيل قال سيف مسالي وهو يقول لسيف أكيد غادير كيف بقعت ركان قال من ليه فاقت كانت الشخصية الأخرى اهدرنا شوية وأكيد رفضات فكرة العلاج وهو يقول سيف أنا غدا غدا نمشي المجلة ندفع ليهم شهادة على حساب غادير ونجي نطل عليها وهو يقول لراكان أوكي دوز عندي قبل خاصنا نهضره وهو يقول له سيف واخا يلا تهلا كيف حسيت بالحسة تقطع ناضط ومشات الباب غد حلو ووالو مصدود طلع لي هالزعاف ومشات البالكم لقيته حتى هو مصدود قلبيت الغرفة كلها لا تلقاش حاجة حادة ما كاينش داينين حتياتهم سعرات بالمعقول ما يمكنش تبقى محبوسة هنا عندها انتقامها اللي ما زال ما ساعة بسخر ما تقترش ما تشوفوش والليات كتتوحشوا بلا قياس خاسها تخرج في أسرع وقت وتبالي بدوك اللي وصلوها الهنه وما اللولين سطحات على الناموسية كتشوف في السقف ورجعوا لي هدي كريات غير مرغوف فيهم نزلت دمعة كتشري من عينيها حتى طاحت على وسادتها وهي كتذكر أسوأ منظر شافتوا في حياتها اللي ما كيف فارقهاش ومترسخ في دماغها في حي بسيط في عمارات عاديين ومتوسطين عايشين في عائلات من الطبقة المتوسطة في إحدى الشقق عايشة عائلة أفرادها ثلاثة ديال الناس كانت جالسة قدام المراية كتقاد في شعرها الكحل حريري فتاة في مقتبل العمر في أوائل العشرينات جمالها فريد من نوعه عيون كبار مشفرين ولونهم عسلي وشفاهم ممتلئة ووجه مستدير بشرة سمرة وملامح كتطغع لهم البراءة لكتعكس شخصيتها الخجولة والطاهرة دارت الميكب ولبسات حويجها وتمشت وقلسات في سرير صغير للشخص واحد جا جنب سريرها اللي في نفس الحجم حطات إيدها على الفتاة اللي نعصى كتحرك فيها وتبوس في وجهها عنكشاتها احتاح اللات عينيها اللي من نفس اللون ونفس الملامح كأنها نسخة مصغرة عليها قالت بوروش غادي رفيقي باركة من نعاس راه غادي يمشي عليك الحال قالت غادي غير خمسة ديالتقيق عافاك وهي تقول بوروش ناري على نعاسة غادة نمشي لكوزينة نسخل في طرعة والتاني تعطلي إن عوامختي بسطل ديالما مشات بوروش الكوزينة وسخنات الحليب اللي برد وقادات الفطور وقلسات كتشرف في القهوة وهي تباليها غادير داخلها بشعكاكتها وكتحب في عينيها قلسات مقابلة معاها وهزات الحليب كتشرف فيه قالت لها بوروش اغسلتي وجهك بعدها وهي تقول غادير اه اغسلته بوروش قالت فطري ضغياء ومشت شعرك قبل ما تمشي للمدرسة ناشر سنة وديركي في البيبين خاسني ندير لي كل شي غادير قالت وعلاش أنا اللي ندير وانتي كاينا أختي العزيزة بوروش قالت ناري على بالحاسة أنا ما غاداش ندوم ليك غادير دمعو عينيها وقالت فين بغا تمشي وتخليني وهي تقول بوروش قويلي عن البكاية دموعك ديمة واجدين بس تهف خدها وهي تقول ما غادا فين هنا بوتنبت أنا وياك وماما وعمرنا نتفارقو غادير قالت لها وعد وهي تقول بوروش وعد يلا مش ليش عكاكتك هاني مشيت خرجت بوروش وهزت حقيبتها وحلات البيت اللي جنب بيتهم كانت الأم ديالهم نعصة جسمها هذيل وبين عليها المرض تحنات بوروش وباست راس ماماها اللي حسات بيها وهي تفتح عينيها وقالت بنتي غادر لخدمة بوروش قالت آيها ماما قالت نورا اختك فترات وهي تقول بوروش خليت هكا تفتر أنا خاسني نمشي ليمشي علي الحال فطري وما تنسيش تشور بيدواك قالت نورا واخا بنتي الله يرضى عليك خرجت من بيتهم ها وطلت على غادير ووقاتها كتمشت في شهرها قدام المراية بتاسمات وخرجات نزلت وغادة كتزرف خطواتها وقفت جنب الشانطي وشيرات التاكسي وقفت تاكسي قدام شركة ضخمة نزلت كتتمشى بالزربة ودخلات مع الباب طلعت في المسعة الخاصة بالموظفين ووصلت للطاج الأخير خرجت كتتمشى في الكولوار وعينين الدكور متبعينها وصلت للمكتب ديالها وقلسات كتقات في شوراق طونا لها التلافون وجاوبات ونادت بسرعة هزات الملفات في ايديها ووقفات قدام باب كبير واخدات نفس طويل دقات عاد فتحاته كان مكتب كبير وشازع وتوجهات لعند الشخص اللي قالت في الكرسي وداير الرجل على الرجل وعينيها عليها من اللي دخلات كيبان في التلاتينات وهي تقول له بروش موسيو الهلالي هادو هما الملفات لطلبتي قال لها راميز الهلالي الضحية الرابعة اللي قتلات ساندي في لوطين وهو كيشوف فيها بشهوة قال مزيان حطيهم وجيبيلي يا قهوة بسرعة وروج حادر رأسها وقالت اوكي موسيو نشات كذب وتك على الكرسي كيحك في دقن وكيشوف فيها حتى خرجات عاد الرجع كيشوف في الوراق اللي قدامه شوية دخلت بوروج وحطات ليه قهوة فوق المكتب ابغت تسحب ايدها وهو يشتها وقال بوروج عارف علاش حولتك من قسم المحاسفة للسكرتيرا الخاصة ديالي صحبت ايدها وقالت ما عرفتش علاش موسيو الهلالي وخام عندي حتاخي برف هاد المجال ولكن اوامروا خاصني نحتارمهم راميز قال لها هاكا باش كتعجبيني مطيعة وعارفة مصلحتك شنو بايليك اليوم تعشاو انا وياك الرفض غير مقبول بوروج تقجات وقالت وخامس يوم شي حاجة اخرى قال لها راميز لا سيري شوفي شغلة وغير دخلات للمكتب ديالها وحتى تهل بقعة والتاني ديما محكسة معاها كانت ما بيها معليها حتى تحولات من البوست ديالها واللات سكرتيرا ديال مدير مخفوش عليها النظرات اللي كيدير فيها وتلميحاته وتحرشه بها عدة مرات ولكن ما عندهاش خيار الى قدمات الاستقالة شكون يضمن ليها تلقى خدمة بزهولة فاشت قبلات في شركة بهذا الحجم حسات بحليلة دخلات للنعيم ولكن مؤخرا تحول الجحيم ابكات احتعيات ورجعت لخدمتها وكل مرة معيط ليها ونفس المشكل ايديه ديما سابقا كتصبروا تجنبوا بهدوء وفي الداخل ديالها ما كرهاتش تخنقوا شكون اللي تقدر تستحمل التحرش الجنسي كل يوم وصلت العشية والكونها سكرتيرتو الخاصة ما خسهاش تخرج حتى يخرج هو واليوم خسها ترافقوا العشا كانت متخوفة وكتطلبت راشي معجزة ومتمشيش معاه حتى سمعات الباب التفتح وهزات عينيها ولقاتوا واقف كيشوف فيها دار لها بإيديه يلا وهزات حقيبتها وتبعاته وهي حابسة البكية خرجاته لقاتوا غادي كيتمشى بعشرفة ادخل المسعد الخاص به وبقاتوا واقفة ما عرفتش واش تمشي تركب في الاخر وليشنو احتجرها ودخلها معاه كحزاته ووقفات بعيدة عليه وتحل الباب وخرجه هي تابعة من له كانت سيارة فاخرة في الأسود واقفة وجه السائق فتح له الباب وطلع وهي طلعات وقلسات في جنب ركب السائق وديمارة وهي مهبطة رأسها وكتحك في إيديها حتى حسات بإيده تحطات على فخدها قلبها تروع من لمساته صافي وصلات بيها العدم ما تقدرش تسبر يلا بغت تغوت في وجهه وهو يحيدها كان تليفون دياله كيسوني هزو وجاوب وطلع من السائق يقلب الطريق بعد مدة وقفت السيارة حدا كازينو هزات عينيها كتشوف اللافتة مكتوب عليها كازينو رينو فتح لي الشيفور الباب ونزل وشار ليها تتبعو هبطات وغادو كتلفت وتشوف في الناس شي داخل شي خارج دخلات وبانوا ليها ثلاثة ديال الرجال قالسين ومدورين بهم البنات من مظهرهم باينين بنات الليل شافت المدير ديالها تسالم مع الرجال وقلس تلفت عندها وشير ليها تجي تقلس حدا ابقات متردى واش تمشي ولا لا تلفتات موراها وبانوا ليها جوج ديال ليقارد واقفين حدا الدروش مشات قلسات حدا المدير ديالها وهي حادرة راسها كتطلب تفيق من هاد الكابوس وطلقى راسها نعسح داختها رامز شعل السيجار وقال شنو سبب هاد الاجتماع المفاجئة شاف الشخص اللول جهت بوروش ليحانيا راسها ورامز طمأنه بعينيه زع ما ما تخافش وهو يقول الشخص التاني الصفقة دازت بسلام ولكن كان مشكيل صغير انت اللي غادي تكلف به قال رامز شنو هاد المشكيل وهو يقول الشخص اللول الهضرة ماشي هنا وقف وقال ليهم تبعوني امشى الشخص وتبعوها الرجال الاخرين ومعاهم رامز داخلوا مع واحد الباب وكانت قاعة كبيرة بحال قاعة الاجتماعات قلس الشخص اللول فرس بطبلة وقلسوا الاخرين حتى هما وبدوا حديثهم بوروش بقات في بلاستها متحركاتش هزات عينيها ولقات دوك البنات كيشربوه الشيش وما مسوقينش قالسة وما مرتاحهاش بغات غير امتا تخرج من تنهان وقفات مع نقسكها وغادة جهة الضوش حتى وقف قدامها واحد القارد قده قد السخت وقال ليها فين غادة؟ قالت الطوالات وهو يقول نعت لها القارد في الجهة الاخرى وقال راهية من ديك الجهة غمضات عينيها ومشات في الاتجاه اللي نعت لها هاداك بانوا لي هبيبان كتار وتوجهات الواحد وفتحاته بشوية بان لها المدير ديالها ودوك الرجال يلاه بغت ترجع تسدو حتى شافت جوج دياللي قارد داخلين من بابا قول وجارين معهم شي حد ومغطين ليه وجهه بغطاء أزود هبطوه وقلسوه على الكابيه وحيدوليه لغطا على راسه كان باين فيه الرعب وقف رامز من بلاستو وتوجه عند هاداك الشخص اللي رابطين اجبد رامز فردي مورى ظهره وحطه على راس هاداك وقال جوج كلمات هادا هو مصير الخوانة وتيرى فيه في وسط راسه جاتاي حدمايته كتشرشل المسدس كان فيه كاتم الصوت متسمعش صوت الطلقة مسحو بمنديل ورجح شاف سلواله وقال للقارد تخلصوا من الجدة بوروش شافت كل شي على عينيها حاتا اتها على فمها بكترة الخلعة والصدمة بقات غير واقفة وجامدة في بلاستها وركابيها فاشلي ما بقاتش قدرات تحرك وما امتيقاش مديرها قتل روح بدن بارد عينيها مفتوحين على وسعهم ودموحة شلال علاش حال باش قدرات تتحرك ردات الباب شوية ودارت بغا تتحيد من تناك قبل ما يشوفها شي حد وكيف رمات رجلها الأولى تعكلت وطاحت سمعت الباب تحل بالجهد دورات وجهها بالعرض البطيء حتى كيبانوا لها ليجار ضايرين بيها هزها واحد بإيد وحدة وجرها دخلها لداخل كانت كترجف أعلى شوية كانت غديرها في حويجها وقف رامز وقرم منها وباينة فيهم عصب شدها من دراحة وقال شنو كتديري هنا شكون قال ليك تحركي من بلاستيك قالت بعد مني قتال ما تقيسنيش وهو يقول لرامز ها خسارة شفتي شي حاجة اللي ما كانش خاصك تشوفيها قالت ليه هوروش طلق مني خليني نمشي في حالي وهو يقول لرامز ماشي بهاد السهولة قرب ليها كتر وكيدوز إيديها على شعرها من له وهبط عنده إدنيها وحتربها قال أعليش جيتي لهنا كنت باغيك تكوني ديالي نتمتع بيك وتمتعيني وما يخصك حتى خير علاش شفتي هاد الشي علاش بعدات عليه وشافت فيه باحتقار وهذات إيدها وصرفقاته وهي تقول راكك تحلم نموت وما نخليش مجرم وقتال بحالك يقزني وجهه والأحمر مرداش تصرفقه قدام صحابه والقارد شدها من شعرها وعطاها بالتحرك صرف بيقى حتى داخت ونيفها بدك ينزف وهو يقول أنا الحمارة تمدي عليها إيدك كنت غادي نخضي بيك الغراض ونتلقك تمشي في حالك ولكن أنت اللي جنيتي على راسك وروج جمعات الدفلة وعطاتها ليه اللوجه وقالت ما تقسنيش الحيوان غادي نفتحك كل شي غادي يعرفك على حقيقتك المجرم مسح الدفلة من وجهه وجرها لاحة فوق الطفلة اللي كانوا ضايرين بيها ازدحها بالجهد حتى تقسحات في راسها وعطاتها اللغوات ولكن الصوت ما يمكنش يخرج للخارج المكان كان عازل للصوت تحنع ليها وبدك يحيد ليها في حويشها حاولا تتقاوم وكتركل ودرفيه كيرط ليها الدقم ضغبا وبقى كيجر حتى حيد ليها الفيستا وشرق القميشة وبقات غير بالسوتيان والسروان الرجال ثلاثة ناضوهما كيضحكوا باستهزاء عارفين اشتابحها خرجوا وتبعوهم ليغارد ما بقاتش فيهم نهائيا اصلا ما عندهمش قلب اللي حس ويحل ابقوا غير هووية في القاعة غويتها كي تسمع في ارجاء المكان وبدون اكتيرات شدليها ايديها الفوق بايد والايد الاخرى حيدليها بهالسروان تكرفس عليها وعرضها على صحابه بلا رحمة وشفقة استغتاسبات ربعا ديال المرات في الوحدة تلقات اسوأ عقاب ممكن تعاقب به فتاة فضلا تكون قتلوها وما يدوش عليها هدش خلاوها مليوحة تماك حتى يشوفوا وشنو يديروا لها الليلة كلها وهي على ديك الحالة حدها جرات طرف الزربية وتغطات به جال صباح وحلات عينيها وجسمها كله مدقدك داك الشي اللي داز عليها ما ساهلش حاولات تنود وكل شي كان كيعقرها خدات حويجها ولبساتهم غير بزز تمشيت بشوية وفتحات الباب وما باليها حد وصلت لديك الجليسة اللي كانوا قالسين فيها وبانوا لها ليقار تم شبحين في الفوتين وناعسين شافت ساكها مليوحة وحزاته وطلعت مع الدروج وكان سقيه خرجت كنزرب حتى لقات راسها في الشارع كانت ديك ستاديا لصباح شيرات التاكسي وقفلها وركبات كان كيشوف فيها شفات فشكل وجهها فيه كدمات والماسكرة مجلخة بالدموع وجنف مهم جروح لاحظات نظراته وحدرات راسها حتى نزل شعرها على وجهها وصلها لقدام العمارة وخلصاتوها بدات يلا بغت تدخل حتى سمعات صوته من وراها ما قدراتش تلفت و تشوف فيه هو آخر شخص بغتو يشوفها في هاد الحالة بقى جامدة في بلاستها وعطيها بظهرها وهو يقول بوروش بقى جامدة في بلاستها دارو جا قدامها وكانت مهبت راسها للأرض مد ايدو وحيدليها شعرها مد ايدو وحيدليها شعرها على وجهها وردو لها ورودنها وهو يتصدم من دك شي اللي يشاب قال عماد بوروش مالكي في هاد الحالة شكولي دار فيك هاكا بوروش بقى تساكتا وهو يشدها من دراحها بجوش وبدأ كيحرك فيها بالجهد وصوته كيحلة قال بوروش هادري مالكي شنطر عليك علاش بتي في الخارج مانا تقاتب واري حدها حيدات ليه ايدتيه ودازت فيه ودخلات محباب العمارة جاد تضغط على زر المسعد وهي اتجر من ايدها بالجهد لستقها مع الحيط وعينيه ما ليهم الغضب حابسها بايدتيه وكيشوف عينيها وهو يقول عماد هادري فين كنتي البارح ما رجعتيش لداركم وجاية في هادلوقيتها وبهاد الحالة شكون دار فيك هاكا قالت بوروش بصوت خافز ما تغوتش دابي سمعوك الجيران سير في حالك وفرقني عليك وانت غير لاسقني زعراته بالبرود ديالها شدها من شعرها ولكن ما زيرش هبط عينيه جهة عنقها وباليه كله مطبعه أثار السرقية والعدان عينيه اللي وجمرة ووجهه اللي حمر زير على الشدة وقرب منها حتى قربوه تلاسقه وهو يقول معا من كنتي هاد شي اللي طلع منك تفرجي على الطريق ازاي تقيدها وحتاتها على فمو وكتحرك راسها بالله ودموحها شلال كل شي تقدر تحمله إلا أنها تشوف نظرات لشمئزاز في عينين الشخص اللي كتبغي نطقات بززوه هي كتشهق كلماتها خرجوا متقطعين ودخلوا في قلب عيبات كيف طعنات السكين أنا أنا تكرفصو عليها عماد تكرفصو عليها بلا رحمة خداولي يا شرافي قتلوني وأنا حيا شوكا وعينيه الحمرين تغرغرون ما مصدقش أشكيز معه البنت اللي كيموت عليها ويخاف عليها من لهوة تكرفصو عليها قال ليها شنو اسميتو بوروج غير كتبكي وهو يقوليها عماد ما تعصبينيش أبوروج كتر من هكا نطقي شكون هاداك اللي تعدي عليك بوروج قالت ليه المدير ديال الشركة فش خدامها تلق منها وبدأ غادي وهي تبدأ تبكي وقالب له ما شي غير هو دار عندها كيشوف فيها وهبطات الأرض وقلسات ومغطي وجهها بإيديها قال ليها شكون هاخور وهي تقول ما هرفت هونش عاقلة غير على وجههم قال ليها عماد بصدمة على هش حال كانوا بوروج عودات ليه كل شي الجريمة اللي شافت ومن اللي تكرفص عليها المدير وصحابه طاح على ركابيه وشد فراسه بغي حماق وقفوا بدكي يضرب اللي جات قدامه وهو يقول غادي نصفيها ليهون غادي نقتلهم واحد واحد بوروج بقفات ليه وقالت لا لا ما غاديش نخليك تخرب حياتك هما أصلا مجرمين قتلوا روح بزهولة ما غاديش نسمح لراسي إلى أداوك انت ما غادي تدير والو وهو يقول عماد كتحماقي عليا ولا شنو بغيتينين بقى نتفرج والحيوانات اللي تعداوه لك باقي كيت نفسه طلق منها وهي تقول له إلا مجيتي غدا نقتل راسي وقفوا رجع عنده وقال كيف عاش وهي تقول له كيف قلت ليك ما تدير والو غادي نبلغ بهم ونرفع لهم دعوة قاطحه وقال ولكن وهي تقول أنا قررت حقي غدا نرجع بإيدي انت ما عليك والو سير عيش حياتك وما تدخلش راسك في مشاكل ديالي ومن بعد عيناقهم اللي استعمر لمدة دويلة قال لي هات بدل باش يمشي ويبلغو في الحال مشات لبسات وخرجو دازت للمستشفى ودارت شهادة طبية اللي تبتات بالفعل تعرضها لاغتصاب وحشي خداتها ومشاوا للمركز رفعات دعوة على مديرها حيث هو اللي كانت عارفة هويته وقالت لي هم حتى على صحابه ووصفاتهم المحقق كان صعيب عليها وهي كتعاود على الليلة اللي دبوزتها في الجحيم ولكن فاش كتشوف عماد معاها كتحس باللي عندها سنت واخا كان باين عليه الغضب ومزير على ايديه وصابر غير بزدده هي كتعاود رامز اعرف بهروب بروش طفاها قاعلها دوك ليجارد اللي كانوا تمعك فاش هربات وكان كيخططها شنو يدير باش يتخلص منها حتاجه والبوليس عندول الشركة وطلبوا منو يرافقهم ممشاوه وواتق باللي ما عندهم حتى داليل عليه كتدب اقوالها كلها وباللي هي اللي كانت كتتحرش به وطماعها وتابع الفلوس ومن اللي مدهاش فيها اختارعت هات السيناريو وحيت ما زال ما كينينش لأدلة وما عندهاش الشهود طلقوه ولكن التحقيق ما زال خدام بدأت حركاته استعمل الرشوة والتحديد لقاعدوك اللي ممكن يكونوا شافوها خارجة معاف ديك الليلة كان باغي يتخلص منها ولكن غادت بتعليه التهمة ديك ساعة قرر العب في الخفاق بوروش تحطمت فاش عرفات باللي خرج ولكن ما استسلمتش بقات كتتحر على هوية الاخرين هي وعماد حتى عرفاتهم بحكم كانت خدامة في الشركة قدرات تحصل على لائحة الشركاء دياله رامز وشافت صورهم وتعرفات عليهم في الحين وبقات القضية مجرجرة حتى وصل وقت المحاكمة واستدعاوا رامز اللي حضر وعلى وجهه ابتسامة استهزها بدأت الجلسة وناد محامي بوروش أمجد رحيمي ضحية ساندي التالتة كيهدر ولكن كلامه كامل كان ضدها شي اللي خلى بوروش في حالة صدمة من دكش اللي كيقول قدمت شهادة للقاضي اللي دارت بوروش اللي كتبت باللي تغطى صبات ولكن ما كانتش نفسها كانت ورقة أخرى ورقة كتبت باللي في ديك الليلة فعلا فقدات العذرية ديالها ولكن كانت بإرادتها ماشي غصب عليها وما كان حتى أثار الاغتصال جلس بعد ما رمهد القنبلة وناد محامي رامز كمل واستدعى شاهد المحكمة كان سميته يوسف الصديق ضحية تعنيها أكد باللي ديك الليلة مشات معاه بخاطرها مقابل الفلوس وجابه شهود زور أكدوا كلامه باللي شافوها معاه بوروش تصدمات وبقات غير كتبكي وعماد ناد كيغوت ويحاير احتى طلبوا منه يغادر لقاها دازت أيام وحالتها الظاهرات بعد الغدر دي المحامي ديالها والكل شهد فيها باللي هي مجرد عافرة ومطيحة الباطل على مديرها السابق وطامعة في الفلوس الدمرات كتر وما كرهاتش تنهي حياتها ولكن اللي مصبرها هو عائلتها وعماد مايمكنش تستسلم وتمشي وتخليهم حضرات الجلسة اللي تعالنات فيها براءة رامز لهلالي وخرجات بحال جدة ومشات للدار وزدات عليها الأيام وهي غير مستوها في البيت رجع عليها كل شي هملات الأم ديالها واختها ووقت ما جا عندها عماد كترفض تشوفه ووحد النهار كانت قيل صحت الشرجة حتى كتشوف الإسعاف وقفات قدام العمارة اللي قدامهم قلبها تهز من بلاستو خاصة فشافت والدين عماد هبطات كتجري في الضروج وحفيانة حتى خرجات للزنقة شافت أم عماد كتبكي وبغت تسخف وعرفات باللي عماد مات غوتات بكل قوتها وضاحت على وقفتها وبدات كتحلف عينيها وشافت مهجل سحدها وغادير واقف أحد الباب كتشوف إها وشي عيالات حتى هما كينين غير استوعبات شنو اللي جرى وهي تنود كتغوت وتنتف راسها وتضرب في وجهها وكتعيد بسميته شدو في هدوك العيالات حابسينها لتخرج وكتسمع في كلامهم اللي حرق لها قلبها مات مسكين الله يرحمه خرجات فيه دوموبيل ومات في بلاسته الله يصبر ممين توعليه هدرتهم كانت كتتخشف قلبها بحال لماس ودازوا أيام وكانت قالسة في البيت حتى سمعت التليفون ديالها كيسوني شافت فيه شحال وعاد هزاته وجوبات خبروها بلي الاستئناف اللي رفعت هي وحماد بشأن القضية ديالها ترفض طاح لها التليفون من إيدها فاشتفكراته جمعات قبضتها وبدات كتتضرب جهة قلبها وهي كتحس بألم رهيب وعرفات بلي دوك اللي تكرفصوا عليها هو من اللي ورموتوا لا متراز هاحت هي السبب احتمات فكرات في الاستسلام مرة أخرى ولكن الله ما قدراتش تخليهم يفلتوا منها خذهم يتعاقبوا على جرائمهم واحتع لموت حبيبها ناضتوا لبسات عليها ومشات للمركز وبلغات بلي الحادثة اللي تعرض لها عيمات كانت مقصودة سجلوا أقوالها وقالوا لها غد يحقوا في القضية وغادرات المركز ورجعت للدار الغد لي كانت غادير جاية من المدرسة واصلت حد باب العمارة وبغاد تدخل حتى الضربات بشي حاجة وطاحت هزات عينيها كيبال لها شخص ضخم ولابس كل شي كحل ووجهه مغطي مشى بالزربة وركب في سيارة كحلة وتحركات تبعاته غادير بعينيها حتى غبرات الطموبية ووقفاته طلعت في المسعد باليها باب الشقة مفتوح ودخلاته هي غادة جهة البيت حتى كتشوف الدم خارج من تحت باب الحمام وقفات حد الباب ودفحاته بالشمية حتى كتباليها بوروج متكي على الحاد ورجليها مسرحين في الأرض وباركة ديال الدم تحت إيديها بجوج لكي ينزفه من جهة المعزم وزي دوار مليو حدها عامر دم ابقاتك ترمج في عينيها وطلقات حقيبتها من إيدها طاحت في الأرض وبدأ المنازل مع رجليها كيبان صفر في الأرض بداتك ترجع باللور بخطوات اتقال وعينيها مفيكسين على داك المنظر اللي قدامها كتحرك راسها وكتلفت في جميع الجواية ومبعدة نظرها على الحمام شافت الباب ديال الدار باقي محلول ومشات لاحيته خرجاتك تجري في الدروش حتى وصلات الباب العمارة ووقفات اللحظة وزادت عاود كتجري بالعقل وصلت لواحد الجردة وكانت خاوية بان لها كرسي ومشات قلسات وراء ومتكي عليه وجمعات رجليها عندها مع النقاهم بإيديها وكترجف وتحتها فازق شوية جا منظر خطها بين عينيها وبدايت كتطرف راسها من اللور مع الكرسي بالجهد حتى غابت على الوعي وطاحت وجات الإسعاف وكيدخلوا قاسوا نبضها وكانت ميتها وشاب عموت فزوها في الباياز مغطينها كاملة والجيران كيتأسفوا على حالتها عند بالهم ضاقت بها الدنيا وانضاحرات لاموها حيت قتلات راسها ومخلي يمها المريضة واختها الصغيرة دخلوا عند نورة وبكل أسف وشفاقة وهما كينتقوا الله يرحمها ويغفر ليها بكات نورة على كبدتها بكاء شديد ومع مرضها كتتسخف وتعاود تنوت بغاد تمشيت تبع جتت بنتها ولكن منعوها وواعدوها باللي غادي تكلفوا بكل شي غادي الحلات عينيها كتشوف راسها فين كاينة لقات راسها في الحديقة بقات كتتعجب شنو اللي جابها لهنا ناضت كتشري وغادر الدار كتقول بوروش غادر تخاصم عليها حيث تعطلات ووصلات قد تام العمارة وشافت سيارة الإسعار وحداهم سيارة الشرطة ماهتماتش وطلعات لدارهم حتى كتلق الدنيا عندهم عامرة شي داخل وشي خارج مشات لبيتهم ومالقاتش خطها عاد مشات لبيت ممها ودخلاته هي كتتساءل بعينيها شنو واقع؟ بانت لي همهم ستحوكت بكي نورة شافت في غادير وهي تجرها لعندها وعنقاتها كتبكي وكتقول بنتي مشات كبتي مشات كبتي مادت غادير نزلوا دموحها كي يجريوا كتشوف فمها كتبكي وحتى هي زادت كتبكي وخا ما زالة مستوعباتش علاش الكلام اللي سمعات ما دخلاتوش لراسها كأنها رابضة تسمعو ضلات مهمها بالبيت والجيران معمرين الدار وبعد التشريح اللي يدهروا توصلوا باللي انتاحرات ورجعوها للدار دخلات عندها نورة وبكات عليها حتى خرج ليها العقل وعنقاتها وما بغاتش تطلق منها ودازو مراسين الدفن ويوم عن يوم الدار بدت كتخوها حتى بقت صديقة نورة المقربة وجارتها غادير من النهار رجعو بروج للدار باش تدفل ما خرجاتش من بيتها طلات عليهم من الباب وهم مخرجينها في النعش والأم ديالها كتغوت والطيح رجعت دات الباب وتخشات في النموذية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة